لا تجن ولا تحتاد يا أخي ما بتحرز هالقد في إشياب هدني أصعب ما بدا هالقد صدقني صدقني ما بدا هالقد مجدداً نرجع من التقي فيكن ببرنامج ما بدا هالقد مع ضيف جديد وأخبار جديدة تحيي لكم كلكم قراء ومشاهدين ويبسايت الفان للحقيقة ضيفنا اليوم مميز هو صحافي أكتر من عشرين سنة صاحب كلمة حقيوية صاحب أحلى سكوبات حتى لو في ناس بيعترفوا بسكوبات أنه كتير مهمة هو عمل الأهم هو جيل جيلين من الفنانين وجيل جيلين من الممثليين وجيل جيلين من الإعلاميين ولكن بقيت كلمته كلمة هي كلمة الصدق سليمان أصفهاني كيفك سليمان؟ اشتقتلك إليك أكتر من عشرين سنة بخمنوك خطيار ما بيعرفوا أنه أنجا عمرك تسعة وثلاثين لا لا فتنا بالأربعة واربعين مش ضروري تقول فتنا بالأربعة واربعين سليمان أنت ورتين ما بعرف إذا قصت طويراتي يما شغف للفن للأعلام هي البداية بلشت غير هيك لأنه بس خليناك بس عارف أنه كان بيك إنسان كتير مهم بالأعلام والصحافي الأستاذ نبيل أصفهاني اللي أنا بجله وبقدره الله يرحمه واللي كان صديق لألي صح هلا أخو كان أكبر مني بش خمسين سنة مظبوط كان يحبيك كتير أنا كمان طيب كيف تدخلت أنت هالمجال كنت رايح على أنا اتجاهي شوي عسكري كان مش اتجاهي إعلامي نعم يعني كنت راح عم بتطوع بقوة الأمن الداخل يا بي شو كنت وقفت ناس يا بي شو كنت وقفت ناس ولكن بعد ما نجحت بالاختبارات لتغت الدورة وأخده من قلب عديد قوة الأمن هذه الدورة اللي كانت مكافحة شغب فكان الوالد عم يخده بمزحة بقال لي بكرة حتنزل تاكل قتلي وطعم العالم قتلي لهايك فت عملت بادي بلدينج وكذا لأنه كان بده شوي عضلات بعدك تطعم النس قتلي هلا عزة فانتقلنا على الصحافة بالصدفة يعني صراحة وكنت بشارع الحمر عملت مقابلة مع ممثل مصري اسمه عماد رشاد ممثل كبير عملت له مقابلة ونزعت عبر إزاعة صوت الوطن ومن وقتها كرت المسبحة يعني وصولا لمجلة ندين وصولا لمجلة ندين كنت ما بكذب أنه ندين من الأحلام اللي كانت أحلام فيها لأن اشتغلت لأنه مع صحفي ما اشتغلت مع صحفيين مش معروفين هيدا الشي اللي أنا دايما بفتخر فيه يعني اشتغلت مع كل الصحفيين المهمين بالبلد مثل مين استاذ وليد الحسينة استاذ عون الكاكي استاذ مريع عبد الله هلا بدنا أقول النقيب عون الكاكي استاذ مريع عبد الله يلي كان قيم على مجلة ألوان كلمته كتير حلوة أنا كنت تبع له أسلوبه من الجلدة للجلدة استاذ وفاء إبراهيم كما اشتغلت معه فترة طويلة اشتغلت بجريدة الاتحاد أبوظبي لمدة 9 سنين تقريبا مع استاذ رفيق نصر الله كان هو مدير مكتب بيروت يعني اشتغلت بجرائد سياسية ومجلة فنية شو اشتغلت أكتر سياسة أو فان فان أكتر شي يلا خلينا نبلش بالفان أنا وياك محضرت لك هبوصة نسيت كمان جاية اللواء اشتغلت معه وفاة الوالد مدت تقريبا 8 سنين بالقسم السقافة كان عند نقل تلفزيوني يومي طيب بعرف انه بتربتك عليقة بالنقيب عوني الكعكي حبيب قلبي يعني مش بس حضرتك موظف بمجلة ندين كمان في صداقة بينك وبينه صراحة صراحة خبرك شغلة أستاذ عوني من أستاذ عوني أنا تركت ندين مرتين ورجعت أستاذ عوني ما أحداً بيترك عنده وبيرجع أنا الوحيد اللي كنت قد تركه وارجع لأنه في محبة خاصة في محبة ومعزلة الوالد كمان لأنه صديق مع الوالد وأنا ما عملت شيء يعني ما عملت هزاً بالصداقة ما رح تتركني مازال فيه معزلة لا أكيد أكيد وإضافة لهيك بالسنوات الأخيرة نضافت نكها من العفوية كتير بالتعاطي معه طيب منالك هالزوء الفني يعني مين علمك تحب الفن تهوى الفن؟ سيس سيمون أسمر كان كتير مهضوم وكان كتير نكت هويك ما هيك؟ نكت وغير هيك حتى علمني ألبس آه يعني هو كان بحب الشكل الحلو والمظهر الحلو حتى طريقة الحوار وطريقة مواجهة الكاميرا وطريقة ما اشتركت بستوديو الفن ولا مرة؟ الاشتراك بستوديو الفن أنا كنت المغطي لستوديو الفن أنا كنت من 93 وطلوع كنت أنت تعمل تغطية للمره مجاية لكل اللي مرأوا بستوديو الفن يعني لهيك قريب يمكن من فيرس كارا طيب كيف تلاقي الجيل اليوم؟ ليش برأيك أنه الفوديتات اللي طلعوا يعني عاصي الحليني نانسي عجرم اللي سماعي طلع غيرهم بمستويهم انتهى الفكر اللي بيصنع فنان انتهى الفكر وانتهى الزوء اللي بيصنع فنان هلأ صار فيه مش لأنه صار فيه عدة فضائيات كان فيه بس اللي بيصي قبل لا لا مخص مخص حتى لما كانت الفضائيات منتشرة كمان ضلن هن السابتين من هيفا عاصي نانسي كلهم نواري طيب عم بتقلي انت عندك كتير اصدقاء منه فارس كرام؟ ايه حبيبي فارس طيب يلا بدك تخبرنا شوية اخبار متان ليه فارس خب زواجه ورجع فجأة اعلن زواجه ورجع خب زواجه ورجع اعلن زواجه ابن نعم انا اول شي كانت اشاعه اه يعني وقت نحنا كزبناها بلسان مكتب وكان مظبوط انه ما تجوز كانت اشاعه بعدين صارت مظبوطة ألف مبروك فارس امنيته كان انه فارس يتجوز وام فارس كمان الله يطول بعمرة الله يطول بعمرة وتشوف احفاده طبعا فارس قلبه طيب القلبه طيب القلبه طيب بيمفعل بسرعة بس بيروق بسرعة مثل الحليب بيفور وبيروب ايه فارس هيك وفي فارس بصدقاته لما صار معي سرطان فارس كرم من الاشخاص اللي ما دارك هونه شو حلو وقف حداك سبللي عالتليفون لما عارف انه معي سرطان انت شو زنبك زعل بس انا بدي اقول للناس هلأ تم يقلقوا انه حمد الله عالسلمة صحاية حمد الله اش فينا منه تعالجت وش فيت منه تعالجت حمد الله كتر خير الله دكتور جورش شاهين خمس سنين وثلاثة شهر تعبته كتير معي لانه كتير بسأل وكتير بتردد وكتير بخاف يا رب الله يصححك كليا يا سليمين ومتعود تشوف مكروه بحياتك حمد الله عكل شيء انه هلأ انت موسوس بالكورونا ايه طبعا انا من قبل كورونا كنت موسوس يعني من قبل الكورونا لانه المنيعة بتقشط عندك ايه واضافة لهيك بصير ما بحب اللي بعطسه ولا اللي بيسعله بكره فصل الشتي وبكره فصل الشتي وخصوصا اللي بيكون قاعد حدك عم عطس ويسعل وحرارته وطالع وظاهر من البيت كلها ليه بدك تظهر من البيت خليك بالبيت لشتا داع دغايرة بدونون انا ما بظهر فكانت في مرحلة قلق صراحة فارس من الاشخاص اللي متركون مين غير فارس مين من الفنانين ضل حدك في غا في ناس مش فنانين بشير ساركيس مم قال لي قال لي قبل العملية بعشر دقايق قال لي ليك بدي خبرك شي انت ممنوع تموت قال حياة بتحبك فت كانت عببت تسم لانه قال لي هيك كانت عرفانه حيضلوا حد اللي حتى بفوت لجوه في ناس كتير خسرتهم بس سمعوا بالسرطان بطلت اسمع سرطان منهم خطيبتك؟ اول واحدة ما بوقفت حدك قديش هالشي اثر عليك سليمين؟ اثر علي انه كانت هي عم تسعى الامتين بدي موت اوش الله يطول بعمر خلينا ننسى خلينا مبلش نحكي شوي عن الاعلميين والفنانين طيب هلأ طالع كتير حكي عن هايفا وهبة ومحمد وزيري وانه رفع عليه دعوة انا بعرف قديش انت مقرب من كل الفنانين ومن هايفا طيب هايفا وقت تجوزت محمد وزيري ما كانت تقبل تعلن هالشي وقت رفعت دعوة عمحمد وزيري انه سرقه اعلنت هاشي ليه الفنانين برايك بتصرفوا هيك اعلنت هايفا انه تجوزته ما اعلنت انه تجوزته لا بس قالت انه انا بحب واحد وبدأ اتجوزه بدي اتجوزه وبتحبه لا حق تحب كانت بس ما قالوا حق يسرقه اول شي بقاعوا قدامها كل هالفترة ما كانت ببلاش لحتى انسان يضلوا قدام طيب هنه ليه الفنانين يوسعوا اضغرب الاشخاص ومسلمون مصرياته لانه نعايشين بعالم خاص عالم اسمه تلفزيون وبيت وحيطان عالم خاص شو انتك تقلع لهايفا وهبه بلا اكيد ما اتجوزته وانا بعرف ما اتجوزته وانت منتصر عليه مش عم بحكي كل حتا جميع طيب ليه ما كذبت هالشي وصحف والسوشال ميديا كتبوه انا بعتقد انه عنده الوقت لتكذب هالقصة هي بده تستعيد مصرياته منه هو كان الحاكم بأمره بموضوع توقيع العقود هو بيعرف هيدا الشي اوكي يعني هلأ سرقة باربع مليون هي قالت هيك اربع مليون اوه اربع مليون دولار ايه هيفا بتعملهم بالسنة اكيد بتعملهم هيا بتعندها كتير نشاطات وعندها تمثيل وعندك كتير اشياء بس معلش كمان هيفا عندها القلب الطيب كمان من المشكلة ومحبه ومحبه وبده تحب مبده هالقد ايه مبده هالقد اربع مليون يعني معلش مبده هالقد سليمان انا تعرف انت عصرت جيل مهم من الاعلميين وهيك هلأ انا نحس انه الاعلام ادنى مستوي يعني مثلا اذا حدا بده يجيوه بالطاني بيجيوه بطريقة كتير مبتزلة اذا بده احكي عن عبده حلو دي مصادة اعطيت رأيه برئيس الجمهورية قالي تكلمة مانا منيحة يعني كان حق عليها قالي رئيس الجمهورية رخيص كيف جوابه قاله بنتك معاقب وانت عامل حالك بتتسكى على ظهر بنتك هالهالشي جواب لهال يعني هيك بتكون لازم تكون ردية الفعل من الاعلامي انت من من الاشخاص اللي عايشوا التلفزيون اداب التلفزيون اداب الكاميرا هاي لازم يلغوه الماده بالجامعة اتيك ديوماتية اخليئيات المهنك اول شغلة يعني هو اذا كان عم يبايد وجه مع فخمت الرئيس ما بيبايد وجه بمعايرته ببنته والشي نديمه وقال هي بترقص فوق الطاولة وتحت الطاولة يعني هو حر برأيه بس في شغلة انه ما يمس بشرفة للمرأة اول شغلة بشرفة ببنته مش بلد حريات ولا كيف ما عم نعرف نحن اذا بلد حريات ولا مش بلد حريات اذا كانت عم تنتقت بموضوعية هي الا الحق اذا كانت عم تتمسخر ده تخفف شوي لانه كمان هي زادتها بالشو اوف ديما كسرت صورة الاعلامية اللي فيها تماسك مش بولاي عقبيان يعني طيب تانا رجع العبدو حلو عم بيحكو كانوا عن التقس وعرض دعية الحفاظات اللي هو بده يشوف مؤخرة البيبي وقال لك غير شي يعني طيب انه ما فهمت انا واحد بيحكي عن المؤخرة بيتهمو انه بيدوفيل يعني بيحبه ولد صغار وبذات الوقت بيعمل طريق للسماء برنامج عن الأداسة والمسيحية معه لا لو في خير ما فلله بيار الظاهر كان بالم تيفي بالأول فل راح بيار الظاهر او كمان لو في خير لما فلله ميشيل المر يعني بشكل عام يعني هلا عم بيكلمة عن جاد انا متلك مرات بيستغرب عم يحكي عن الأداسة وبتلاقي بيفوت بشغلات بشغلات ما فيني خبرك ما بدا هالقد عبدو اضافي لهيك لفت النظر بديلفت نظر عبدو عبدو حلو بديلفت نظر او لك هيك بيوصلوا الواحد للشهرة لأمو قوله 30 سنين المرات هديك اليوم حدا كاتب شغلي هيك يقال بدك الشهرة يا بدك فضيحة لا الفضيحة والفجور بيستعون شهرة طيب نحنا عنا فضيحة وفجور بس مش حطين قسامة لازم اقولك نحطونا قساميون ليشتهروا بيشتكوا عليك ايه يعني لا هيك عجبينون لا اذا ما كتبنا عجبينون لا اذا كتبنا عجبينون ما بدا هالقد سليمين بما انو نحنا ما بدا هالقد منحكي الاشياء بكتير صراحة انت بتعرف كتير منها انو هلأ في مثل رولا يموت مثل ميريام طايا عم بيعملوا فيديوية بس غير اخليقية يعني زيادة عن الزوم بحي يعني نحنا منا يمكن ضد هالاشياء واحد حر بحياته بس يمكن مش حر يتصور بهالطريقة يفرج قطع من جسمه ويتصور وقول انا بحاجة أسترالي متل ما بتقول انجي خوري تب ش رأيك بهالظاهرة الفيديوية اللي عم تطلع دومينيك خوراني كمان عملي كليب شي يعني ما فينا خبرك دومينيك كل يوم ما بتزهق ما بعرف ما بتتعب بتغير تيب كتير ما بتتعب بالنهار تير بتغير تيب هاو تيب عم تلبسون هاي ظاهرة الافلاس افلاس بشو بالصحبة او بالفن او بشو باي فن وين الابداع شو فيروز يعني يعني فيروز عم تحضر السيدات جديد افلاس بكل شي انت اصدقاء مع امار يمكن بطلنا نتواصل شو القصة اللي عم بتصير باينة بطلنا نتواصل انا وامار لخبرك شغلة انا بحكي بكل صراحة وبكل وهي بتعرف هيدا الشي وهي بتعرف انه انا اشتغلت مع امار بدون هدف ولا هدف مادي ولا معنوي كيف اشتغلت كاملحق صحافي؟ لا مشتغلت كاملحق صحافي بالعكس اشتغلت بقضية معينة تم التكليفة فيها لأنهائها وأنهيتها وكانت امار متجاوبة فيها وتجتمعنا وخلصناها برعاية المحامة مازن حلال اللي هو صديق اه بعد هيدا القصة صارت أزمة توقيفة وطلعت من التوقيف مش طايقتنا لا الحق عليك انه وقفوه؟ لا انا قلت له متروح على المخفر استمه لي لأنه عم تنازلوا عند دعوة عنك هذا الكلام بتعرفه موجود على التليفونة قلت له استمه ليه؟ لأنه تنازلوا يبطل فيه دعوة طالح مصرر راح راحك بدون ما انا اعرف وقبل بربع ساعة حكيت قلت له ما تروح هنام طب شو الهدف من هالشي؟ ما اعرفت ليه راحي من الناعة تروح طب انت بتترجع انا لقصة تلك؟ كنت زعلين انا وشراز حتى نكفل قصة انا وشراز اصحاب كمان من زمان امر كانت مقطوع العلاقة لفترة طويلة لما صارت الازمة كنت موجود بمكتب الاستاذ مازن ودقيت لشيراز لحتى وقف موضوع الاخذ والعطى ورفع الدعاوي بين امر وشراز لأنهي الموضوع ردد شيراز بطريقة فزة علي تقول لشيراز شو قصتك انت وامر انا بدي خلص الموضوع طبعا عامر انا ما بدي يكون عامر شي وما في هدف اذا امر عنده اثبات انو انا عندي هدف كان مادي معنوي استغلال ما كان في هدف كنت ضلني لخمسة الصبح كل يوم انا وياه عالتليفون وهي بتعرف بالزبط واللي بينه وبينه ما طلع لبرة بس هي غلطة غلطة صغيرة ما كانت تغلطة معي انا انا ما بينبعتلي حدا بعطتلك حدا هددك بعطتلي رفيقة بعطتلي واحد مني وفيه من لحمة ودمة يعني انو سوري يعني بالنتيجة انا بحبك وموت فيك وعن جد انت صديت وعن جد والله العظيمة بكرها بس انا ما بخاف منك وبعطتلي باس عامر او عشراز بالشي اللي صير بيناتهم انا ما عارفين شو الازمة اه ما منعرف يعني ما منعرف اساسة لا في شي حدا موقع بيناتهم اكيد بشي حدا موقع بيناتهم بشي حدا موقع بيناتهم بشي طيب وهن فاتوا باللعبة هيك ما قادروا يوعوا انفعال انفعال وفتحت السوشيل ميديا وطرقت الدعاوي بقى بمكتب طيب امر مع انا حلوة ومهضومة ليه ما منلقيه الاغنية درجة بالسوق يعني شو حفظ الاغنة لامر امر حالي فنية طلعت من الاساس امر عملت حالي فنية بمرحلة نهوض ميلودي ومن بعد ميلودي ما اختفت وبلش تتهرهر كان موضوع قصة زواجة السري من جمال اشرف مروان اوكي زواجة السري من جمال اشرف مروان اوكي واجه هولد اجه هولد مظبوط اوكي انا مش امر مخبرتني انه هذا ابن جمال انه شو بقول انه امر متى يعني كيم كارديشن العرب يعني امر عملت حالي عملت حالي حالي بس تينحكى عنا بس حالي عملت حالي خاصة اول شي جدلي حوال زواجة السري من جمال اشرف مروان وانجابة منه وفي شهود على انه كان جمال زوجة السري شهود حكيولي بدون ما هي تحكيلي لانه ان قطعت العلاقة بيناتنا فاته سنوات امر زعلة مثل اليسا بيمد اليسا بتتخانق معها ب93 بتتراوده مثلا ب2025 زعلين انت ويليسا شي؟ ما بتحكي معي ولا بحكي معنا بعد مصرنا بال2005 لا امكي ما بعرف لاخر هيدا كتبتلا لما عرفت انه هي مريضة كتبتلا من قلبي لانه انا عن جد بحبه فيه فيه فنانات هالقد بيزعلوا هالقد وقت لان احنا الصحافية بنزعل ونرضى مع الفنانية لا فيه خسة فيه خسة بتكبر بصير انه هول مين هول ليش ليش لان الزقيفة وراهن بيعين العلكة الزقيفة والبيعين العلكة وراهن ريجلين وراهن بطلوا يميزوا من فيه صحافية عن جد ممكن يوقف حدهم وقفة الرجال بالكلمة واعتبروا انه السوشال ميديا هي بديل عن الصحافة هي بديل؟ لا مش بديل ما اخطاقهم مثل ليه الدنيا بتجع الصحافة بتصلح لونه بتصحح لونه بس صار فيه بالسوشال ميديا كلهم صاروا صحافيين طيب يا عمري خلينا الفنانة فلانة اللي هي قد وقدودة تنزل عن حالة خبر عندها على الصفحة ويفوتوا يشوفوه خمسين الف ما بتلاقيها عم تركض مكتبة الإعلامة توزوا عكل الصحف وعكل المواقع وعكل كذا هي عرفانين انه الصحافة اساس ما بينتهى كل شيء الإعلام بالوطن العربي ما بينتهى يعني انتقل لمرحلة الانترنت انتقل لمرحلة بطل كتير ورق الورق بطل كتير هما انت شو المشكلة بينك وبين إليسا كنت بمجلة ألوان وانا بعرفها من مكتب سوديو الفان يعني من وقت ما بلشت تطلع بمكتب سوديو الفان ورا بعطلك صورة معيها معيها صورة هون آآ 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 بعدين رجعت تعرفت عليها أكتر عبر الله يرحمه سامير قبطة آآ آآ نكتب عنا شي بمجلة ألوان اعتبرتني انه انا اللي كتبته مش انت الكتبه؟ دا مش انا وهادي هي والغضب الساطع مش الغضب الساطع الاطيع الممتد سنوات وانا بحبه تب شو بتقيلها لإليسا هلأ؟ ليه ما منجرب انه نصبت الأمور؟ ليه ما جربت مثلا تحكي مع حدا قريب مننا؟ إليسا بتعرف انه أنا قوات شي صحافة انا مش طبال ولا زقيف ولا بيع الكي ولا بمطرعش وزاوي لحتى عمل سالفي معه ولا شي بالعكس أنا تعطفت معه بحب اسمعها غانية بحب دحكتها حبيت فوتتها ع السيديو مارسيل غانيوم هديك اليوم بحب هايدي العفوية اللي بقليسة بحب المزاجية اللي بقليسة لأم تشبهني مرات بكل شوية بكون مزاج ما بحب الحقد هدي لأنه أنا ما مست بحدة بكل الصحافة مست بواحد بس فرمته ومن بعدها معت فرمت حتى طب سليمين خليك معنا لأنخلص الوقت لنرجع نعمل حلقة تانية نكمل أنا وياك ما بدا هالآن خلينا اشكر ماروانسة معنا على تصوير توني نعمي على الإشراف جورج عطيق على الكوفير ماري لورت سمعان على الرشاش وعلى الماكياج بدي اشكر نازيه شارتوني زميلنا بمجلة ندين حبيبي قدمنا هدا التبلوح له حبيبي بدي اشكر اكيد كل يلي بيتابعونا قدام الكاميرا معكن هالى المرح اخي ما بتحرز هلقد في اشياب هالدنيا صعب مبادة هلقد لا تجني ولا تحتاج ياخي ما بتحرز هلقد في اشياب هالدنيا صعب مبادة هلقد صدقني صدقني مبادة هلقد